ومازلنا الحياة بنتابع العملية الانتخابية في المرحلة الثانية لمجلس النواب مستمرين في التغطية في حلقة خاصة معنا مشارفنا فيها الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية والنظم الانتخابية بجامعة القاهرة هنحاول نحلل ونرصد أبرز المشاهد في اليوم الأول للعملية الانتخابية طبعا دكتور حسن وأستاذي الحقيقة وليه أيدي بيضاء على كتير من أجيال الإعلاميين العملوا في الحقل الإخباري أو الإعلامي أهلا بيك دكتور حسن بنسعد دايما بوجودك معنا ومشرفنا بنورك ربنا يخليك دشرف لينك الترخيرك وسعيد أن أنا أكون معاك النهاردة طبعا ربنا يبارك فيك دكتور حسن والنهاردة طبعا حابين أن احنا نستغل التايتل في توصيف المشهد تمام؟ عايزين نتكلم على أبرز النظم الانتخابية وإحنا فيه من هذه النظم وهل النظام اللي احنا بنتابعه هو الأفضل؟ وهل هو الأنسب لطبيعة المجتمع؟ ولا حضرتك عندك وجهة نظر مختلفة؟ شوف يعني مصر تاريخيا هي من أقدم الدول اللي عندها نظم انتخابية خصوصا في مجال البرلمان ويمكن حياتك تعلم أنه أول برلمان منتخب ظهر في مصر ولم يكن في كل المنطقة المجاورة يعني برلمانات مماثلة كان 1866 يعني أنت عندك أكثر من 160 سنة تاريخ في الانتخابات وتاريخ في وجود مؤسسة برلمانية بتؤدي دورها في التشريع وفي الرقابة وبالتالي الأنظمة الانتخابية بتتنوع بقى على حسب المراحل وعلى حسب ثقافة الناس أنا أظن أنه النظام الانتخابي المتبع حاليا يتناسب مع رؤية الدولة ليه بيتناسب مع رؤية الدولة يا أستاذ شامل؟ لأن أنت بتتكلم على فئات لم تكن تحصل على حقوقها زي مثلا المرأة، زي الشباب، زي المسيحيين، زي المصريين في الخارج، زي متحدي الإعاقة كل دول لم يجدوا أماكن لهم داخل البرلمان أو تمثيل مناسب لهم يعبر على مشاكلهم دي شمولية التمثيل يعني بالضبط، فكرة الشمولية بتاعت التمثيل هنا ما كانتش متحقق فكان أنسب نموذك ممكن يتعامل هو فكرة النظام الانتخابي الحالي هو فكرة يعني نص ونص 50% فردي و50% قائمة مغلقة مطلقة ويمكن هنا أنت بتديني فرصة الحقيقة يعني أوضح ليه إحنا بناخد دايما فكرة القائمة المغلقة المطلقة رغم أنه البعض يعني قد يعترض عليها ويقولك لا دي ما بتحققش يعني الاختيار الكام خليني أختاري الأفضل من الموجود بالضبط، بالضبط تختار من الموجود لا، الحقيقة لأنه الدستور بيلزم أن الفئات اللي أنا قلت رحلتك عليها دي اللي هي المرأة والمسيحيين والأشخاص دي والإعاقة والمصريين في الخارج والشباب لابد أن هما يمثلوا داخل البرلمان لا يوجد أي نظام انتخابي والسهشام ممكن يخليهم يمثلوا داخل البرلمان إلا هذا النظام ولو كانت مطلقة كنت عفقد هذه الميزة النواية بالضبط، لو كانت نسبية توصد، لو كانت نسبية ستبقى المسألة مختلفة لكن دي قائمة مغلقة مطلقة مطلقة يعني إيه؟ يعني بتفوز بـ 50% زائد واحد من الأصوات يعني شأنها شأن الفردي بالضبط لكن الأهم الحقيقة يا سوزي هشام فكرة ثقافة الانتخاب أن الناس يبقى عندها الوعي وعندها المحفزات أنها تخرج وتؤدي الدور المطلوب منها وتعبر عن رأيها أنا بقولش تروح تدي هشام أو تدي حسن لا أنا بقول لا تروح وتختار من تراه مناسبا بالنسبة له فكرة الاختيار في حد ذاتها لابد أن تكون ثقافة ثقافة يعيشها المواطن وثقافة يمارسها المواطن في أي فعالية زي مثلا قبل كده كان انتخابات الشيوخ قبل كده كان المرحلة الأولى من النواب النهاردة احنا في المرحلة الثانية من النواب عشان يكتمل البناء المؤسسي والناس تدرك